أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين على الزخم الجيد الذي تتسم به العلاقات الأوروبية مع مصر مشددة على ضرورة الاستمرار في تطوير العلاقات الثنائية وفي منشور لها على منصة كاس إيشورت فوندرلاين أشارت إلى استمرار دعم للتحال الأوروبي لمصر في مجال الأمن الغذائي لافتة إلى الشراكة الهامة للتكتل مع مصر وموضحة أن لقاءها مع الرئيس شهد بحث التعاون في مجال الهايدروجين والاستثمارات في البنية التحتية للطاقة وأهدف مؤتمر المناخ كوب 28